تخلي فريدة كشوالا منزل عائلتها الصغير المشيد قبل ثمانين عاماً وهي من بين الآلاف الذين سيحصلون على شقق جديدة في إطار مشروع يرمي إلى تحويل سوق بهند التاريخي في مدينة بومبي من بؤرة بؤس إلى منطقة حديثة شبيهة بسنغافورة وتنفق ستمائة مليون دولار لهدم مئات الأبنية المتداعية في السوق العائدة إلى الحكبة الاستعمارية لتحل محلها أبراج جديدة معدى لإيواء عشرين ألفاً من أفراد البهرة الداودية وهي فرقة من الشيعة الإسماعيلية استقروا في المنطقة قبل عقود نخطط ونعمل على تطوير تجارتنا وزيادة اليد العاملة والإنتاج لأننا نتطلع إلى مستقبل انتجاري زاهر من خلال هذا المشروع وغير التطور الحضري السريع صورة بومبي خلال العقدين الأخيرين فيما المهندسون الذين يعنون بالمحافظة على التراث يأسفون لخسارة منطقة تاريخية أخرى ثم تفارق كبير بين النسيج الحالي للمدينة وما هو مقترح لها وتجرى عملية الهدم والبناء على تسع مراحل وقد بدأت الأولى قبل ثلاث سنوات ويتوقع أن ينجز المشروع بكامله بحلول العام 2025 ترجمة نانسي قنقر